وأستعين الله في ألفية مقاصد نحو بها محوية بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين درسنا اليوم في الوقف في الوقف وفيه عقد ابن مالك عدة أبيات وبدأ أهب قوله تنوينا نثر فتح نجعل ألفا وقفا وتل وغير فتح نحذفا إلى آخره إذن هذا في صيغة الوقف إذا كان اللفظ منونا ثم تكلم عن الحذف عند الوقف ثم بعد ذلك تكلم عن إذن وكيف نقف عليها ثم تكلم عن ياء المنقوص ياء المنقوص المنكر والمعرف ماذا نصنع بها عند الوقف وكذلك أيضا تكلم عن اللفظ إذا كان مختما بها التأنيث طيب وأيضا إذا كان مختما بغير هاء التأنيث ويمتاز بأحكام منها الوقف على ساكن صحيحة أو بالرومة أو بالإشمام أو بالتضعيف كل هذه الأشياء ذكرها المصنف ثم ذكر بعد ذلك أيضا النقل النقل والنقل هو نوع أيضا كذلك من التصرف في الوقف وسنذكره بالتفصيل كذلك الوقف بهاء السكت أيضا ذكره ومتى يجب ومتى يمتنع ومتى يجوز ثم أيضا ماء أيضا إذا كانت الاستفهام كيف نقف عليها وفي تلك الهاء التي توصل بحرف بماء وكذلك وهاء السكت التي تكون أيضا في آخر الكلمة في الفعل أو في الاسم ثم آخر بيت وربما أعطي لفظ الوصل مال الوقف نثرى مفشاة منتظمة وبهذا نكون انتهينا إذن من تلخيص هذا الباب الذي هو الوقف وإلى اللقاءة إن شاء الله